هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار أصل كلي وقاعدة شاملة عامة كلية منطبقة على جميع جزئياتها فإن استثني منها فرع أو فرعان أو ثلاثة فاستثناء هذه الفروع يكون بدليل معتبر خاص يكون النظر في هذا الدليل الخاص وفي هذه القاعدة العامة من باب النظر بين العام والخاص وتقديم الخاص على العام ويبقى العام شاملا واسعا دالا فيما شمله من فروع دلالة إما قطعية وإما ظنية غالبة راجحة بحسب مدلولاتها قاعدة لا ضرر ولا ضرار أهتم بها أهل العلم وجعلوا هذا الحديث الذي هو أصل هذه القاعدة من جوامع الكلم ومن جملة الأحاديث التي عليها مدار الشريعة أو من جملة الأحاديث التي عليها مدار الشريعة فهناك خمسة أحاديث أو ستة أو نحو ذلك أو أربعة بحسب الحال وبحسب اجتهاد العلماء العلماء ونظر العالم المجتهد ولكن كلهم متفقون على أن هذا الحديث أعني حديث لا ضرر ولا ضرار هو واحد من هذه الأحاديث القليلة في عددها الكثيرة الغزيرة في معانيها وشمولها أنه أحد الأحاديث التي عليها مدار هذه الشريعة المباركة الكريمة يعني أخفاها المباركة Ρ cachانية المحوظة الغزيرة المحوظة 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 شكرا